أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أربعة ألاف وستمائة وواحد وستين إصابة جديدة بكوفيد تسعة عشر وسبعة ألاف وستمائة وواحد واربعين حالة شفاء ومائة وخمسة عشر وفتة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج كوفيد تسعة عشر أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المدد لكوفيد بلغ سبعة عشر مليون ومائتي وتمانية وتمانين ألف وأربعة وخمسين شخصاً فيما بلغ عدد الملقاحين بالجرعة التانية اتن عشر مليون وتسعمائة وإحدى عشر ألف وسبعمائة واثنين وعشرين شخصاً ورفعت الحصيل الجديد للإصابات بالفيروس العدد الإجمال لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى تمانمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وتسعة وأربعين حالة فيما بلغ مجموع حالة شفاء التامة سبعمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى إحدى عشر ألف وسبعمائة واثنين وتسعين وفات